موسيقى مرحبا لكم في هذا الفيديو جديد كما رأيت لكم الانبوكسين هذا الحاسوب الصغير فقدمت له انبوكسي ونشاء الله انشاء الله جيت نحلته كامل يعني عاد شريته عاد حليته كما شفته مازال ما خدمتهش ولكن جيت نحلته ونشوف الداخل شنو كيف كان فيه من حيث الموديلات اللي قدمين على هذا يعني كانت فيهم الرام تكون أصلا في الموديل بورد ولا في لوحات الام يعني ما كنت قد ازيدها ولكن هذا قاعد يتمقل في الانترنت ما لقيتش بشكل موديل هذا نقض نزيد في الرام ديالله اه او لا لا لذلك انشاء الله يعني سنحل نضرب واحد طليلة خفيفة ضريفة سنشوف الرام يعني وشكين الميساحة باش ندخل نزيد الرام ديالله يعني وسعه هذا فيه 8 جيجا بايت الرام بعد نشوف وشكين الإمكاني يعني باش نزيد يعني واحدة تاع الرام احد اخرى ولن بدلهم قاعد جوج ونضير في 116-132 ولنضير في 116 مهم غادي انشاء الله نشوف شنو نقد نضير بهذا الحاسوب هذا الحاسوب هذا يعني حاسوب ماركة يعني صينية اسميتها شوي يعني ماركة معروفة يعني إلا بغيت اشي حاسوب يكون صغير وربحة لكاية تقدي يعني تشريه ما قد نقول لكم وهذا الحاسوب يكونوا بحكمه يكونوا مجهدين بزاف ولكن يعني استعمال ديالهم يكون منحاصر اما بغيت تدير بيهم شي بروجيه بغيت تردون في الميتار راوتر او بغيت تستعمال عادي يعني اصلا يجب فيهم ويندوز عشرة بغيت تدير فيهم اللينوكس يعني اللينوكس ابونتو ولا مينتو ولا لوبونتو ولا شي حاجة اخرى مهم ماشي مشكل يعني تقد انستالي فيه اللينوكس تاوى يعني هاد المسألة كاينة يعني انا عشرة وشريتو ان شاء الله بشغاندي بواحد البروجيه نايا حتى من بعد ممكن نضيلكم فيديو عليه ممكن ما نضيرش ممكن ما نشوف ولكن قلت داواني جيتو اشتو نضيلكم ان شاء الله واحد الانبوكسين ونمرركم حتى يعني ملداخل كيفاش داير وشنو كاين اوكي اعلا ان شاء الله غادتكونوا معايا دوا باش غادي انحل هاد يعني هاد الكمبيوتر هاد نحلو ان شاء الله ونشوف بجوجنا شنو كاين الوسط يعني الناس اللي اصلا معارفين هاد المسائل الكمبيوتر را عارفين تقريبا شنو كاين كتكون لوحاك الام يعني مادربورد كي يكون فيها المعالج يعني المعالج اللي كيهنا هو المعالج ديال اي سبعة جينا راسيوم السادسة ماضي عارف موقيتش عاقل على النمراء يمكن غادي نقول لكم باللاتين مهم الى وقيتها والتي نشوف هنا في الكارتون ها اوكي هي كينا انتل كور اي سبعة يعني 6560 يعني المعالج اي سبعة جينراسيوم السادسة يعني ها انا في المعالجات كانت تحت اي ساعدين اي سبعة عاشرة اي سبعة ولكن اي سبعة يعني ما زال احتها مزيانة علش؟ هذة المحيطة الجينراسيوم السادسة وصراحة راه مجهد يكال Rome كان لابه انضح باقي الناس انا قد نقوم بعمل بزفدبة يعني نقوم بستريمين لا يوجد أي مشكلة ما فيه؟ 8 جيجابايت DR 3 وفيه الواي فاي يعني ACRBJON الناس الذين يعرفون وفيه جي بي او انتل إيريس غرافيكس 540 يعني سباكس ديالو سباكس عاديا متوسطين نقوله تقد تخدم به ولكن باش نقوله تلعب به الألعاب التقيلة ما غادش تقد تلعب ولكن الألعاب العادية تقد تلعبها بدون أي مشكلة يجيب الاسس دي ما قلت عليكم مازال ماكتبهش هنا يجيب الاسس دي فيه مئتين وستخمشين مئتين وستخمشين يجيب الاسس دي 250 جيجابا اضيفه واحد الاسس دي اخر كما قلت لكم هذا اضيفه ويندوز 10 انا ان شاء الله بغيت نضير فيه حتى وبونتو يعني سنضير في واحد الاسس دي اخر ونضيده حتى هو ونضير فيها ونضير فيها ونضير فيها ماهو المداخل ربعة USB 3 HDMI ونضيف DisplayPort ونضيفه الانترنت RG45 هذا هو الميكروفون وسميته الهاتسات ولكن لا يوجد مشكلة هنا في Intel Core E7 المروحة لديه مروحة صغيرة وبالتي ان شاء الله سوف نحل هذه المسائل و سوف تشوفها مباشرة أول شيء سنجلب شيء لنغطي هذه الطبلة لأنه اللون مغمق وهذا اللون مغمق سنجلب شيء بيضاء لكي يبليكم كل شيء مزيح لكي يكون الفرق البيض مع هذا اللون المغمق سنبدأ ان شاء الله يجد البلاستيكة نحتاج الى تفتصوير الفوتوغرافي لدي هذه الألوان مختلفة سنستعملها إما كخلفيات أو كأرضيات سنضع غناية لكي يبليكم كل شيء مزيح لكي يكون اللون أبيض مع اللون الأسود ولا اللون مغمق لكي يبليكم كل شيء بوضوحين تام سنضع سنضع قليلا سنضع سنضع هنا سنضع سنضع هنا سنضع هنا سنضع سنضع هنا بوضوحين تام ما المسألة هذه سنضع سنضع لا او توب نوفيس او لا اعرف ما يسميه بالعربية هذه البلسة لا نحلها سنحل الوراء او الجزء الخلفي كما يسميه سنحل هذه الطريقة يعني ليس شيء صعيب عندما تحلو الكمبيوتر يجب ان يكون لديكم واحدة اشياء يجب ان يكون لديكم مرة مرة يجب ان يضربك يعني لكي لا نخسروا هذه الأجزاء اللي كاينين كما تكون لدينا هذه ولكن صراحة ما عندي شعنة لذلك يعني ليس مشكلة سنتقل على الله ونضعها ها هو كما تشوفوا الحاجة الليولى هذا المكان هذا اللي دارون اخصوه الى بغيتي تزيد واحد الاس اس دي اولى هارد ديسك يعني عندك هنا المكان دياله في المثال ان شاء الله عندي هذا الاس اس دي احتى لديه الشينواء ولكن ليس مشكلة هذا كنديره غير الاختبارات يعني هنا كنجرب به كندير هذا كنستعمل هذا ها هو كينديان يعني شريته تورخيص من الى اكسبرس يعني هذا ان شاء الله هو اللي غادي نخشي هنا وغادي نستعمله يعني كتخشي هنا وكتشده هنا بالفيسات ولكن بلاتي ان شاء الله غنوري لكم هاتش ما نبغي انسالي هذا هو لغطة دياله غادي نشوفوا ما كينو كين هنا كما كنت لكم في المال كنت بغيك تشوف واش نقد نزيد من المساحة ديال الرم ولا الداكرة العشوائية كما كنتشوفوا هنا راح كينة البلاصة يعني بالإمكان لي نزيد من الداكرة العشوائية كما كتشوفوا كيفاش كتحيدوها كتحيدوها كتترضو هذا الجناب التي ها هو وهي كتطل واحد شوية يعني غير بشوي غير بشوي كنحيدها على هات الشكل هذا ها هي الداكرة العشوائية هي هاتي الداكرة العشوائية هي هاتي يعني كتجيب مساحة 8 جيجا بايت لمساحة يعني مزيانة لاستخدام العادي ولكن إلا كنتي قدر بها يعني ولكنتي قدر بها شي حواجة لشوي كتطلبه يعني قوة أكتر يعني خاصك تزيد على هاته 8 احنا نقوله زيت 8 اخرى تكون عندك على الأقل 1 16 وما احسن إلا كان عندك 32 هاتي في الكمبيوتر الاخون عندي 32 الكمبيوتر ديال الانتن الذي كان عنيلكم عندي فى 32 جيجا بايت كما ترى هنا كما ترى هنا المكان الأول هذا البلاصة الأولى و هنا من تحت المكان الثاني قد ندير فيهم جوش كما ترى هنا هذا هو ندير هنا SSD NVMA ذكرتها مزيان NVME يعني هو هذا المساحة 256 جيجا بات يعني هذا القطع يدخل بالساطة يسميها الساطة ليس الساطة المغرب الهضرة تنازع الدريجة ولكن هذه هي سميتة ساطة هنا كما ترى هنا هذه المروحة التبريد و من تحت هنا سيكون البروستور سيكون جي بي او سيكون بجوجهم في شريحة واحدة سنحلل إن شاء الله بغيت نرى كدير من الداخل سنحلل إن شاء الله كامل و سنرى إن شاء الله سنرى يعني أول حاجة سنحل هذا الكمبيوتر كما قلت لكم عجلته ماذا ما استعملتوش ماذا ما شعلتوش هنا كنحل فيه دابا ما نقول لكم يعني ماشي شي حاجة صعيبة إلا كنتو كتعرفوا شوية ماشي لبدخصكم تكونو كتعرفوا بزاف يعني إلا تكون واحد الإلمام بهذا المسائل هادو تقدروا تحلوه يعني بلا ما تخافوا ولكنتو يعني ما تزعموش هذا المسائل هادو ماشي عيب ماشي مشكل يعني غادي تشريه و غادي تشعله هو تخدمه و الله يجعشي بركة غروانا واحد من الأشخاص اللي كعجبني أنحل كل شيء ماشي دائما كنصدهم ولكن المهم كنحل مرة كتصدق مرة كتصدقش يعني إن شاء الله في الفيديو المقبل ممكن هذا اللي جاي المهم مستقبل القريب هندي لكم الفيديو حتى نحل يعني واحد طابلت عندي ديال سامسون مبقيت نستعمله بزاف خدامة يعني خدامة مزيان ماشي كونجي يعني خدامة مزيان و إن شاء الله غادي نحلها باش نشوف من الداخل شنو كاين فيها اوكي دا بحليت من هات الجهة ولكن خاصة نحل حتى من هاد الجهة الاخرى هات الجهة الاخرى خاصة نحل بهذا لا هذا كبير هذا كبير خاصة نشوف شي احد اخر صغر من هدا يعني ها هو هدا الحجم الصغير ماشي الحجم الكبير هدا و ماشي كبير قابل ماشي هدا هو العبار اللي خاصني غير هاد الصغير هدا يعني ها هو نحل غير باش شوية اوكي نحيل هاد الغطاء هدا ها هو الماركة دي اللي مسميتها شوية ها هو يعني الميطال هدا ماشي البلاستيك هدا ميطال اوكي و نحيلها من هنا و كما كنتشوفو هنا راها مسدودة غير البلاستيك ولكن هنا عندي الغرض بهذا البراغي او لهذا البيس هدا اللي كان هنا هاد البيسات اللي كان ينتمي شوية اوكي على هاد الطريقة غد ينكحز يعني هاد شي انه هنا نحيض هاد الرام ها دي غ ادي انحيض هاد 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 الجنب هاد باش يباليكم يعني كل شو بيوضوه دباء غادي انحيض هاد هاد بشوية هاد الجنب سوف نقوم بالجنب الآخر سوف نقلب هذا هو الثاني حاليا لا نقوم بها سوف نقوم بالجنب سوف نرى كيف نحل هذا ونرى هنا كائن واحد البيسات واحد اخرين سوف نقوم بالزيد وهذا الرابع سوف نقوم بالغيطاء لا يمكن أن تحييه سوف نقوم بالكتابة نقوم بالغيطاء بلسطيك لابد مضى لسوف نقوم بالغيطاء بلسطيك سوف نقوم بغيطاء عن هنا نقوم بالغيطاء ومنع أن نقوم في القهن لانه الأمر لابد مضى ها هو هذا الجزء هذا هو حيثه اوكي هذا ما وصلنا يعني وصلنا لهذه المسائل كما قلت لكم هناك تحت الرام الأولى هناك تحت الرام الثاني هنا من تحت كين بروسيسور هذا هو الفان أولى المروحة هنا كي يبرد يعني يخرج هذه السخونة من هنا و يدخل الهواء البارد هنا اوكي سنقوم بروسيسور لكي نوصله إن شاء الله كل شيء سنقوم بروسيسور سنقوم بروسيسور ولكن لا ننسى بأن النار مرتبطة من ماء يبلغ الكابل لم نشغل صغير يعني منذ نجرى بالعقل لا يمكنك أن ترى المشهر هناك تشاهد المشهر هناك تشاهد المشهر اما يكون لدي صغير يجب ان احتاجته هذه هي الفان الفرفرة لا تصدر صراحة كثيرا الصوت صراحة عندما رأيت مزيانة وان شاء الله سنشعلوها ونرى كيف تصدر القضية كما ترى هنا هؤلاء هؤلاء الحرارة هنا هؤلاء هؤلاء يضعون الحرارة ويضخلوا الهواء البارد يضخلوا البروستسور لأن البروستسور يوجد هنا ونحن نحن هذا البلايت ونحن هذا الغطاء ونحن نرى البروستسور هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المسألة التي تضعها على هذا هذا النحاسة يجب أن تنقل الحرارة بسرعة هناك البروستسور هذا هو هذا هو البروستسور وفي نفس الوقت يوجد البروستسور سبعة الجنرات السادسة وفي نفس الوقت البروستسور وفي نفس البروستسور تشاهدون هذا هو كارتة الواي فاي فاي هناك هناك مداخل الانترنت رج45 للتحديث هناك 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 هذا مداخل الانترنت ولكن على طريق هذا هو هذا ولكن فيه الواي فاي هذا كما قلت لكم في اول فيديو يعني هذه هي الكارتة ديال واي فاي إلا بغيت نحيد هادو ويتنحيد تلكارتة ماشي مشكل كنحيد هادو كنديلهم مغير كاية هاد الكابلات أو كي تقلعوا يعني ماشي شي حاجة صعيبة بغيت نوريكم هذا هو الانتين ها هو هنا هي الانتين دياله وهدو هما الكابل صموم دباره لاسخين تم يدير عليهم محد لسقة ما عنديش بهم الغارات حاليا يعني غدي نخليهم هنا هادو كما قلت لكم او ما قلت لكم ا نقولها لكم دابا هذا الس دي N250 جيجا بايت يعني إلا بغيت وتزيد من السعة ذه الس س دي مشكل كتحلوا هذا عليها الطريقة عد widow سنتحلات المغير كبانة نثني وهذا هو في بعض المسألة هادو وسنises هادو حلوه ناسي عزو كبانا تحيل في ذات الفيس ،كتحزل بعض ، ها هو شاو Skeтобل يولهو قد مستحزة لا يخرج هادو كبانا و تكون زاوية 45 درجة و تزعزع و تضع حتى يخرجون من السنان هم هم كل شيء يعني لا يجب أن يترسوا و تريد أن تشيقها تريد أن تشيقها يعني من السنان 540 درجة و تدفعها حتى يدخل كامل يعني تزعزع حتى يدخل كامل يعني نقرب لكي ترسوا كل شيء معي يعني على هذه الطريقة و تحرك تحرك كامل و نشده من هنا ها هو نشده من هنا يعني كما قلت لكم هذا الحاسوب مزيد لا تنتظروا منه الكثير ولكن مزيد مفيد لدينا الكثير من الحوائج من هذه الحوائج و تحرك كما ترى هنا يعني هذا المداخل هنا إن شاء الله سوف ندخل السسدي إذا أريد أن نزيد السسدي و أحد أخر يعني يأتي مع هذا الكابل يعني فالشريط يأتي مع هذا الذي يضع عليه الفوكس اوبس إذا أريد الفوكس دير دير الفوكس دير ها هو يعني يأتي مع هذا الكابل يعني هذا الجهة هذه كتخشى في السسدي ها هي كما ترى هنا هنشوفهم جيد يعني ستخشى في السسدي ولكن كي نعطي يعني الطاقة للسسدي يعني الضو كي نعطي الضو و كي نعطي المعلومات يمشيوا للسسدي و الكرافة يعني أنا أحد محنين هنا و الثاني لنضع هنا و إلا وجدتني أن أفضل ٥ و ثلاث أخر ولا شي أي شيء و أحد أخرى لذا لهذا الثاني لدي مداخل و ثلاث أخرين هنا ها هو نقرب لكم كي نرى جيد يعني هذا المدخل سأذهب معه هدى المعلومات هدى المعلومات هدى المعلومات هانا مشهر هذه الفوكس و لم يقالب و لم يحتاج من بعد ممكن ونشوف شنو هادا عندي هنا واحد المدخل وحد اخر ما عارف شنو هوا عندي هنا يعني ماشي كل شي عارف ولكن ماشي مشكلة حتى نعرف كل شي ان شاء الله من بعد الكارتة الواي فاي هاي نقرب لكم باش تشوفوها مزيان هي هادي اللي صغيرة هي هادي وهذا هو يعني البروسيسور هو هادك اس اس دي وهذا الشي الاخر يعني ما كان عارف شنو فيه بزايف يعني ماشي كان سودي وكان عارف هذا الشي كان يعني كعب غير رقب الكمبيوترات ونحلهم ونبدل ولكن ماشي باش نبقى نحيد ونسودي ونرد هذا الشي ماشي الاختصاص الديالي اوكي يعني هذا هو الحلان هذا الشي اللي كان من الداخل يعني اتأكده بانه هون قد نزيد الرام هادي كانت حاجة مهمة اما هدا كنت اصلا عارف بانه قد نبدل ونزيد من السيعة يعني ريال اس اس دي هذا ما غادي نرد ان شاء الله كل شي كيف ما كان يعني كما اشتو الصراحة ماشي صعيب باش تبدلوا المسائلات ولا باش تحلوه يعني الصراحة سهلة غير هو كما قد لكم الخطراء الاولى هي اللي قد تكون صعيبة في اي حاجة يعني قد تكون عندكم احتقاء في المرات المقبلة ولا الموالية ان شاء الله تقدوا يعني تحلوه المسائلات وتبدلوه تماما غراثكم ما يحتاج شعاد تدهم يعني الناس اللي كي يصلحوه والناس يعني اللي ما كيزعموش ولا ما قدوش ولا ما بغوش ماش مشكل يعني قدو يمشي ويشوفو الناس اللي كيبضلوا المسائل هدو وهما يقضيوا لهم الغرض يعني باش تكون عندكم واحد يعني الرؤية شحال هذا كبير يعني كيبال لكم هنا ولكن ما عارفين شحاله يكون كبير يعني هذه الشاشة باللاتي نور لكم الورقة يمكن حسن نجيكم واحد الورقة نجيب داليكم من البرينتر يعني بلات سنو يعني هذا ولا هادي ورقة الحجم اربعة يعني هذه الورقة العادية اللي كنستعملها يعني كيكون يعني كيكون لما للفوتو كوبي ورقة اربعة يعني باش تعرفوش حال كبير هذا نحط لكم هذه الورقة هادي هنا يحطى من القديم من اللور التي دفاق نديرها من اللور ها هي يعني ها هو النص نقوله ديال الورقة تقريبا ها هو ها هي الورقة هنا شوف يعني ها هي النص ديال الورقة يعني صراحة كمبيوتر الي صغير بالزايف وهوه ، يعني كومبيوتر صغير كثيرا يعني إذا اقتراك مع كمبيوتر الكبير أم لا و مع كومبيوترات واحد آخرين سيكون كبير كبير في هذا كما أحبت لكم و صغير وهذه هي نظر الآن باستررق على زيادة الآولة نقولون عمليه تقريبا النصف يمكن ربق نصف ولكن نقولون عمليه تقريبا نصف يعني صغير كثيرا هذا إذا ما سنسمع ذلك ؟ سنتكمل كما قلت لكم قبل ما نكمل أنا أريد أن أقوم بعمل SSD يعني أصلا عندي 256 تماما وهذا SSD هذا 28 هذا فيه 120 جيجال يعني هنا إن شاء الله سأقوم بلينوكس تماما أصلا كينة ويندوز هو أصلا بويندوز يعني ما سأقوم بعمل هذا الكابل هذا وهذا SATA كابل كما قلت لكم في الدريجة هذا SATA كابل سأقوم بعمل هنا وكما قلت لكم عندنا واحد جوج ديال الكابلات هنا واحد ديال الطاقة واحد ديال المعلومات يعني اللي كيمشي وكيمشي سأقوم بعمل هذه المسألة قويلة وريتها لكم عندما لا تشاهدها بحيث الكاميرا ولكن راه قويلة قلت لكم كل حاجة فين سأقوم بعمل بالتي وهذا سأقوم على هذا الشكل غير وهذا سأقوم بحيث هذا الركب هو الخلفي مني بي سي كما يسمى سأقوم بعمل يعني أول حاجة سأدخله هنا وهذا سأقوم بعمل سأقوم بعمل صغير ورين التي نزوم لا يوجد أدفار التي ها هما سأقوم بعمل سأقوم بعمل هذا والتي سأقوم بعمل الجهة الأخرى ها هي حسنا 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 سأقوم بعمل هذا حسنا سأقوم بعمل هذا سأقوم بعمل هذا وفي نفس الوقت سأقوم بعمل سأقوم بعمل هذا يعني ليس صعب حسنا 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 هذا الفيديو سأقوم بعمل كل شيء مسدد يعني تقوم بعمل أو تقوم بعمل يعني كما تريد لديك شيء بلاصة قد تضعه في المثال على هذا الشكل لا يمكنك تضعه بلاصة يعني هذا الناس إذا أردت تعرفوا ما هذا الناس كتبه في التعليقات سأقوم بعمل لكم كما تعرفون كان جمع الكارتونات يعني هذا الناس مهم لكي يكون لكم إذا كان مهم ليس كل شيء ولكن يمكنك مهم ومفيد كتبه في التعليقات إذا أردت فيديو عليهم نقول لكم ما هو الناس و كيف تقدر تصيبه و كيف تقدر يعني كتبوا لي إن شاء الله و سأقوم بعمل الفيديو عليه موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة